السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير حبيبي منوارين عالم أماني النهاردة هنعمل صابون سايل حاجة كده من الآخر بعد ما تشوف الفيديو ان شاء الله هتقوم تعمليه على طول مش بس صابون سايل أنا بعتبره المنقذ في البيت لكل حاجة صابون بقى للأطباء تخسلي بالمواعين مثلا للأرضيات البتجاز للرقامة للأحواض لكل حاجة ويه بجد زي ما احنا شايفين كده السابون حلو قوي وانا بجد فرحانة بيه جدا لانه فعلا ممتاز عملنا سابون كتير في القناة عملنا سابون سايل بكذا نوع وعملنا كمان النهاردة هنعمله بطريقة جديدة جدا عملنا كمان سابون الكتع بكذا نوع برضو بدي تول وكذا نوع ان شاء الله هسيب لكم أسماء الفيديو تبحثوا عنها في صندوق الوصف السابون بتاعنا النهاردة بطريقة جديدة ان شاء الله تعجبكم ما تنسونيش حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفي عالم امان كل فيديوهات السابون وكل المنظفات والانواع يعني كل المنظفات اللي تخطر على بارك هتلاقيها في القناة ان شاء الله ازاي ما احنا شايفين رغوة عالية ولون جميل وحطيت له لون عشان يبقى لونه حل نبقى فرحانين كده وحنا بنستخدمه اول حاجة معايا هستخدم تلات معالق كبار من البطاس البطاس اللي هو السودة الكوية اللي بنشتريها من عندي بتاع المنظفات حوالي تلات معالق وحوالي لتر من المية هدوب تلات معالق بطاس في لتر من المية بالشكل ده ما تقلقوش هو سهل جدا في ان انت تدوي به يعني اول ما بتحط المية علي بيدو بس خلي بالك انه هو بيطلع ابخرة ممكن تدايقك مثلا ويخلي بالك من ايديك لو اول مرة بتستخدميه بتلبسي جوانتي مثلا علشان ايديك ما تتعبكيش او يجي على ايديك ده غلط طب بالفرد انه هو لو جي على ايديك بتقدر ان انت تخسليه بالخل بالخل مش بالمية البطاس اسمه ايه في الدول العربية اسمه الكنتورة بعد ما دوبنا البطاس هنركنه ونجيب طبق تاني بالشكل ده ويكون غويه شوية علشان اقدر اقلب واتحكم فيه لان المكونات اللي هحطاها هتفور فلازم تكون الحاجة كبيرة حطيت اتنين مج من النشا مع لتر مية سخنه اتنين مج من النشا مع لتر مية سخنه واقلب كويس جدا علشان ادوب النشا وتكون مفيش كلكيع او مفيش حاجة كلكيع في الصابون بتاعي بالشكل ده دابة النشا بعد كده هبتدى حط معلقة او معلقتين من الكربوناتو هحط معلقتين كربوناتو وهحط معلقة كبيرة من ملح اللمون ايه معلقة كبيرة من ملح اللمون واقلب كويس جدا لازم كل حاجة احطها او اي مكون احطه اقلب بين المكون والمكون كويس جدا بحيث يدوب كويس بالشكل ده اهم حاجة التقليب علشان كتلقوني بقلب كتير واحط نص كبية من السكر السكر هنا بيحل محل الجلسرين علشان يبقى امن على قدية لو ما عنديكش جلسرين بتحط نص كبية السكر تمام ومعلقتين كبار من ملح الطعام حطيت معلقتين كبار ملح طعام واقلب كويس جدا برضو علشان كل المكونات يدوب كويس واحنا عارفين السكر بياخد وقت عشان يدوب فلازم التقليب باستمرار بالشكل ده فاكرين البطاس اللي احنا مدوبينه في لتر المية هحط حبة حبة وانا ايد بتقلب و ايد بتحط بالشكل ده علشان ما يكلكعش مني لان احنا هنلاحظ اول ما نحط البطاس زي ما احنا شايفين كده اتحول المكونات معايا الى حاجة عاملة زي الجلي كده وده اسمه التكسبون بيبقى شبه الجلي بالشكل ده طبعا التكسبون احنا بنشتريه بيه يا ريت بقى على بنشتريه لا هو صعب ان احنا بنحصل عليه اغلبية بتوع السابون ما بيردوش يدونا المواد القامدي فاحنا عملناها النهاردة بطريقة سهلة جدا وده كده اللي بنقلبه دلوقتي يعتبر التكسبون بالشكل ده اللي بتعملي بيه كل المنظفات علشان يديك القوام الجلي اللي هو اللي احنا شايفينه دلوقتي شايفين الجمال ده حاجة كده من الاخر تحفى وان شاء الله هتدعولي بعد ما تشوفوا الفيديو ده وبعد ما تجربوا السابون بتاعنا النهاردة دعوة حلوة كده من قلبكم يا رب بعد كده هبتدي حت نص لاتر لاتر من السابون اللي متوفر عندك حطيه انا عن نفسي كان متوفر عندي نص كيلو سابون كبايتين ونص فعيرتهم وحطتهم اي نوع سابون عندك مواعين سابون الأطباء المضرة بتكسر علشان من التقل بتاع الصابون بتاعنا طبعا انا بقلب كويس جدا لان حطيت الصابون هدوبه كويس جدا جدا بالشكل ده هبتدي حط اللون بقى الجميل بتاعنا علشان يديني شكل للصابون انا احب الحاجة يكون شكلها حلو انا بعمل بيها قباقي بعمل بيها الحمام الرخامة البوتجاز زي ما قلنا هو بتاع كل حاجة لان المكونات اللي حطناها فيه غنية جدا في التنظيف بعد كده بحب ريحة اللوفندر جدا فهي متوفرة في البرسيل جيل عايزة تستغني عن الخطوة دي اللي يعجبك بس هي خطوة مهمة جدا بتخلي ريحة الصابون جميل قوي وكمان بتخليه كده تفرحي كده وانت بتعملي بيه الحاجات وبتساعد برضه عالتنظيف البرسيل برحته بنضافته غني عن التعريف هبتدي يقلب كويس جدا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده حابة اوريكو القوام بصوا القوام عامل ازاي انا عملت كده هنشوف دلوقتي حتى في الازازة ازازة الحاجة السقعة الكبيرة قوي دي هي اللي كانت متوفرة عندي كاكلترين ونص هحطه بتقلو ده انما انت طبعا علشان تعملي كمية كبيرة هيرمي معاك حوالي ستة كيلو ستة لتر من الصابون من المنظف مش بس هقول عليه صابون ده هو منظف لكل شيء بالشكل ده شايفين التقل؟ طبعا انت هتخفيفه زي ما اون وهيبقى معاك حوالي ستة لتر بس انا هفضيه في الازازة اللي هي بتاخد لترين ونص كانت ازازة حاجة سقعة كده كانوا مزوزين فيها نص لتر كمان اللي هي الكبيرة او اللي هي اللترين فكانت اللترين ونص ملاهولي وكبان غير الازازة الصغيرة نشوف الرغوة بقى نختبر اللي احنا عملناه حاجة كده من الاخر جميلة بص التقل بص الزوجة بتاعته والجمال بتاعه طبعا هتحطي ميا زي ما انت عايزة القوامل اللي انت عايزيه بس انا مخفيتوش انا حطيتو زي ما هورديكو دلوقت هفضيه في الازازة لترين ونص خام تقيل جدا بالشكل ده في كل حاجة في كل حاجة عن المنظفات اللي بتنظف كل شيء عندي بتخلي الدنيا بتبرق من النظافة جميل جدا متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة ان شاء الله الصابون يعجبكم جدا ومتنسوش دعوة حلوة بقى من قلبكم وقولولي رأيكم في التعليقات انا بحب رأيكم جدا لاني بيشجعني وبيخليني ان انا احب اعمل احسن حاجة دلوقت انا بقى زي ما قلتلكم بفضيه خيمة